زي أو كيف سيؤثر دعم بايدن للمعارضة التركية كيف سيؤثر على شعبية أردوغان المتهوية بالفعل؟ هي بالفعل شعبية أردوغان أردوغان متهوية وكان جزءاً من شعبية أردوغان منذ قبل أنه كان فيه استقرار اقتصادي نسبي الآن هناك انهيار اقتصادي تتعرض له تركيا هذا أمر القمع اللي قام به ضد قوى المعارضة وتهديده بقتل معارضيه وإلقاؤه بكل من يخالفه الرأي في أقبية السجون بلا محاكمات اعتقالات كبيرة للصحفيين ولكل أصحاب الأراء هو من الداخل بالفعل فيه انهيار داخلي لشعبيته لكن هو أيضاً لابد أن نؤكد على أن أردوغان أصبح يمثل خطراً على تركيا نفسها وأصبحت ممارساته تؤدي إلى عزلة تركيا سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي ما بين دول الجوار وبين دول العالم العربي وشفنا مقاطعة شعبية النهاردة للمنتجات التركية في عدد كبير من دول الخليج وغيرها أيضاً من الأقطار العربية لا بالفعل هناك أضرار كبيرة لحقت بتركيا كدولة وكشعب جراء ممارسات أردوغان الإرهاب بايدن بيصف أردوغان أستاذ علي بالمستبد وقال أنه عليه أن يدفع ثمن ذلك إيه أليات الإدارة الأمريكية الجديدة لتنفيذ هذا الأمر فعلاً؟ هي بدون شك ممكن تفرض عليه عقوبات رجل بيدعم الإرهاب في وضح النهار بيدعو إلى سفك الدماء الراعي الرسمي واللوجيستي لتنظيم القعدة ولتنظيم داعش الإرهابي وبين الإرهابيين من دولة إلى دولة إلى دولة وممارسات هذا الأردوغان أدت إلى قتل مئات الألاف في هذه الدول التي ذكرناها أدت إلى وجود ملايين اللاجئين في أوروبا ونهاردة أصبح بيبتز أوروبا أيضاً بأنه هدفع بلاجئين إليهم ما لم يعطوه مليارات الدولارات فهو بيحارب في عشرين جابهة لكن كل حروبه وكل ممارساته بتعكس أنه فعلاً خطر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي في آن واحد ولا يوجد أي شخصية في العالم النهاردة بتزاول هذا الدور الخطير اللي ممكن يفجر عدد كبير من دول المنطقة من دول العالم وبيلحق أضرار بالغة بدول وبشعوب في آن واحد لكن الموضوع محتاج وقفة وهذه الوقفة بدأها بالفعل بايدن بايدن تعهد كمان أستاذ علي بأنه لن يترك الأكراد وسيساندهم وعلى عكس ترامب ما فعله ترامب قولي في الحالة دي موقف إردوغان هيكون إيه في الانتخابات التركية المقبلة هو قد أولاً هو هيصعد في الانتخابات التركية دي ما فيهاش كلام لأنه زي ما أقول لحضرتك هو أضر بالاقتصال التركي أضر بالحياة السياسية وبالحياة الحزبية وتحول إلى ديكتاتور بيتعامل بالدكتاتورية الشريدة جداً بيقمع شعبه بيقمع الرأي الآخر اللي بيدعو إلى التغيير في دول المنطقة وفي دول العالم هو أول من يصحق التغيير ومن يصحق الإقصاء لأنه هو أقصى المعارضة أقصى شخصيات وطنية كتير جداً قصف الأقلام يعني بيتعامل كدكتاتور فرد بالفعل مثل خطورة كبيرة على المنطقة ومثل أيضاً أضراراً بالغة بشعبه فكيف يتسنى لشعبه أن يوافق على استمراره مرة أخرى؟ استمراره هذا حلم له يسعى إليه الآن لكنه لن يجد من يقف إلى جواره طيب بالنسبة لمواقف بايدن كمان فيما يخص شرق المتوسط ومحاولات إردوغان طوال الوقت للعبث بهذه المنطقة ومحاولة سرقة الغاز في شرق المتوسط تشايف موقف بايدن هيكون إيه؟ أنا أتوقع أن دي مسألة مخالفة لأحكام القانون الدولي مخالفة لقانون البحار مخالفة للمواصيق والمعاهدات الدولية ده بيزاول البلطجة في المنطقة وبيهدد المنطقة وبيصرق صروات دول من حوله بالقوة فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى وقفة ويحتاج بالفعل إلى تدخل هناك تلميحات ومواقف يعني للاتحاد الأوروبي في مواجهة هذا الأمر وبالفعل أدانه موقف أردوغان لكن الموقف من الاتحاد الأوروبي ليس على المستوى المأمول في مواجهة أردوغان وفي مواجهة العبث الذي يقوم به في مياه إقليمية بينقب فيها عن البترول خارج نطاق حدوده الإقليمية ودي عمل بيمثل بلطجة وبيمثل مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر